سبع الخير مشاهدي صوت بيروت انترنشنل وبيروت سيتي على فيسبوك معكم ربيش انطف من عند الاستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء طبعا اليوم ذكرى سبع ايار المشؤومة هايدي الذكرى اللي كل سنة بيتذكروها اهل بيروت وكل لبنان بحسرة على ما حصل في تلك الاوينة من اجتياح بيروت من قبل حزب الله واعوانه في تلك الحقبة رح نستعيد هذه الذكرى مع ابن بيروت الاستاذ صلاح سلام وحنتطرق فيما بعد عن الانتخابات بشكل عام عن وضع السنة بشكل خاص خصوصا انه مبارح كمان شفنا في اعداد كبيرة من الطائفة السنية شاركت بالانتخابات على عكس ما قيل من انه هناك دعوات للمقاطعة على كل شكرا لاستاذ وفتك استاذ صلاح ومنحيك اهلا وسهلا فيكم يعني من المقصف انه نبدأ حديثنا هذا الصباح عن ذكرى عديمي وجرح كبير في الجسد الوطني جرح سبع ايار اللي كان نوع من شكل صدمي في العمل السياسي اللبناني لانه حزب الله اكرر ان يحصل من خلافات السياسية التي كانت استمرت اكثر من سنة من خلال الاعتصامات في ساحات بيروت باستعمال العنف ضد الشريك الاخر في الوطن وحسم الورادة حسب المعركة من خلال استعمال سلاحي واشتياح بيروت عسكرية هل كان يؤسس للدوحة ولمؤتمر جديد ولمعادلة سياسية جديدة ام انه لا بس الامر اقالة رئيس جهاز امن المطار وشبكة الاتصالات يعني بس بهذه المسألة لا يعني اللي هي شبكة الاتصالات والاقالة رئيس جهاز امن المطار كان بمثابة القشة التي قسم الظهر بعيد لانه كان المقاطعة حزب الله وحركة امن للحكومة كانت استمرت منذ اغتيال الشهيد جبران التويني وحالة هذه الجريمة الى المحكمة الدولية فكانت تراكم الخلافات على الفترة السابقة وهو حدة الخطابات السياسية وحدة التحريض والتعبئة التي سادت في تلك المنطقة مهدت للحادث الكبير ولكن للأسف ان هذا الحدث يعتبر بما سابق انقلاب على الوضع السياسي في لبناني على الصيغة العمل السياسي في لبنان وعلى المساق الوطني لم يختم هذا الجرح بعد يعني بعد كلها السنين لم يختم برأيك ببيروت خصوصا انه كان في شهداء يعني في حينها شو بالراكة انا كنت اتمنى ان تتم نوع من شيء اسمه مصالحة وطنية لرأب هذا الصدع ولختم هذا الجرح في بيروت ولكن للأسف انه مثل هذه المصالحة تمت على مستوى الكيادات السياسية والحزبية فقط ولم تتم على مستوى الشارع ولكن الشارع البيروتي استوعب هذه الصدمة وتصرف بمسؤولية وطنية وبكثير من الحكمة والتروي لان الشارع البيروتي اهل بيروت يدركون جيدا ان قدرهم ان نكون دائما معا سواء على مستوى الوطني او حتى على مستوى الاجتماعي سوصا انه طبعا طائف الشعي الكريمي موجودة ببيروت وفاعل هناك اكثر من ربع مليون زيجة بين السنة والشياء وبالتالي هناك نوع من التلاحم وانسهار اجتماعي اقول ان هو الصراع ليس مذهبي انما كان سياسي بامتياز ولكن البعض اراد تحويله مذهبيا لشد العصب كالعادة في مسلاهز المناسبات وللزهاب بعيدا في تبرير مسلاهز الخطوات لم تكن هناك من محاكمات يعني خلاص كل شي بتم بهذا الطريقة تنطوى للأسف ان اتفاق الطائف جاء بتسوية ولم يأتي بمحاكمة او بمحاسبة او حتى بمصالحة جاء اتفاق الدوحة بتسوية سياسية كانت خروجا عن نضمون الطائف وكانت بداية ما اصبح يعرف لاحقة بالتلت المعطي في تشكيل الحكومات البضعة هذه تزيد هذا التي عطلت السلطات التنفيذية على مدى السنوات اللاحقة والتي ادت الى الانقلاب لحكومة الرئيس عبد الحريري يوم كان على باب البيت الابيض للقاء الرئيس بارك اوباما فيما استقال السلسل معطي الحزب الله وحلفائي من الحكومة ومن الرابية بالذات وخلافا لما تعهدوا به في اتفاق الدوحة ان يحصل على الثلت ولكن مقابل تعهد عدم الاستقالة طيب يعني كل هذا المسار نحن حبينا نذكر فيه خصوصا الجيل الجديد لانه في جيل كامل ما كان بتلك الحقب واعي على الاقل لما يجري خلصنا من سبع ايار برايك سياسيا هون عم بحكي ولا نحن هلأ نمهد لمؤتمر تأسيسي جديد البعض يقول الحديث عن مؤتمر تأسيسي يعني في كل ازمة في لبنان يطرح الحديث عن مؤتمر تأسيسي نحن اليوم في مرحلة انقسامات وخلافات عمودية وافقية بين مختلف الاطراف السياسية اللبنانية وبين مختلف المكونات اللبنانية وليس هناك توجها واحدة لمعالجات هذه الخلفات وهذه الأزمات وبالتالي اي مؤتمر يمكن انها عقيد في ذل هذه الخلفات لا سيؤدي لفشل زرية وسيعمك الأزمة وسلسلات الأزمات التحضير لمؤتمرات مثلها هذا النوع مؤتمرات تأسيسية يحتاج لحد أدنى من التواصل بين الأفريقاء الذين سيحضرون هذا المؤتمر على اساس ان يتم تحضير الأفكار والمشاريع ووراق العمل مسبقا يكون هناك تشاور حولها حتى يتم مناقشتها او الاتفاق على بعض النقاط فيها خلال المؤتمر أما الدخول إلى المؤتمر بدون حد أدنى من التوافق والتنصيق بين المكونات السياسية اللبنانية فهذا يعني الحكم على المؤتمر بالفشل زرية هذا واحد لماذا نبحث عن سيغة جديدة ولدينا سيغة وطنية أثبتت فعالياتها طائف تول أكثر من 30 سنة في الحفظ على السلم الأهلي وعلى الاستقرار في البلد اللي هي اتفاق الطائف والذي لم ينفذ بكامل بنوديه وتم تنفيذ بعض البنودي السنسبيا وبشكل عشوائي وبشكل عايين يعني بعده صالح الطائف فينا نقول ولكن شرط أن يطبق أنا أعتقد أن اتفاق طائف مسألة صالحة مازال أساسا مهما ونحن بحاجة إلى تطبيق بقية البنودي كما أننا بحاجة إلى بعض إدخال بعض الرتوش فيما يتعلق بالمهل الزمنية بالنسبة لانتخاب رئيس جمهورية ومسؤولية مجلس سنوا بالنسبة لفترة تكليف الحكومات حتى لا تبقى يبدأ البلد بلا حكومات أشهر مديدة حتى لا يبقى البلد بلا رئيس جمهورية أكثر من سنتين يعني كما حصل قبل انتخاب العماد من شرعون وحتى بالنسبة لنشر بعض المرسيم يحقوا لي الوزير أن يحتفظ بها إلى فترة غير محددة في حين أن رئيس جمهورية مجبر بأن ينشر هذا المرسوم خلال فترة محددة يعني بعض المهل الزمنية يمكن إعادة ضبطها والنظر فيها بما يعزز ويفعل العمل بالتفاق كمان هون بإطار سبع أيار لابد أن نستذكر تلفزيون المستقبل جارية المستقبل وإزاعة الشرق كلنا عينينا وكلنا عم نشتغل بتلك الحق بيه وفاتوا علينا يعني لجوه كإعلاميين ولكن يبدو أنه في بعض الإعلاميين حالياً عم يزايدوا على تلك الحق بيه وعلى الناس اللي اشتغلت وليه كادت أن تدفع دم في تلك المرحلة حضرتك كتبت مقالة مهمة شفتها أنه لازم تكون موجودة بإطار العملية الانتخابية تحت عنوان يلعبون بثوابت العلاقات بين الروحي والسياسي وبيرد عليك عبد السلام موسى باسم طيال المستقبل ولكن سأقرأ بعض ما جاء في مقالة حضرتك استاذ صلاح لماذا الإصرار على تطهير الخلافات وتطخيمها بين مرجعيات أهل السنة والجماعة لمصلحة من هذا الإمعان في ضرب صفوف أهل السنة بخناجر الخلافات الشخصية والانتخابية التي لا تغني ولا تسمن من جوع وترجع بتكفي بهذا الإطار أنا أفوت على المقالة بشكل بارز وأكيد بتحكي عن تصرفات طيال المستقبل بهذا الإطار بتقول هذه التساؤلات وغيرها كثير تشغل الشارع السني الذي فوجئ بتصعيد عير مبرر من أحد مسؤولي طيال المستقبل في معرض الرد على مفتي الجمهورية في غطبة العيد والتي دعا فيها إلى الاقتراع بكثافة وتفعيل المشاركة في العملية الانتخابية حفاظا على الموقع في المعادلة الوطنية وتجنبا لحصول أي خلل في مسارات القرارات الوطنية طبعا مقالة مندعي الناس أنه يؤروها وتختم فيها لا شك أن الذين يديرون دفة طيال المستقبل في غياب رئيسه يلعبون بالثوابت العلاقة العضوية التي تربط بين المرجعية الروحية والمرجعية السياسية بل ويغامرون بما تبقى من رصيد لرئيس طيال المستقبل في الداخل والخارج على السواق برد عليك من كما ذكرنا عبدالسلام موسى أول شيء أنا يعني بستغرب أنه كيف عبدالسلام موسى يعني الوعين يرد بمعنى أنه فيه احترام للخبرة للعمر وبعدين بيوصفك بالزميل يعني أنا بقول لك استيزة وبفروض أقل أنه ينظر لك كاستيز أين كانت وحدة الصف عندما كان الزميل صلاح سلام في الخطوط الأمامية ومن نصبه ناطقا باسم دار الفتوى فيما ناطق باسم الدار دحض ادعاءاته وأعلن أن التواصل بين رئيس سعد الحريري ودار الفتوى لم ينقطع الزميل صلاح سلام يصر على اعتبار تغريدة ردا على خطبة المفتي وقد أعلن على الملأ أن مواقف المفتي فوق كل اعتبار وهي عندنا خارج نطاق النقد وسجال السياسي يعني يعني عبد بدروق شوي استاذ صلاح شو بتقول؟ أنا لا أدخل في سجالات فيها ردح سياسي هذا الكلام ليس كلاما سياسيا هذا النوع من الردح الرخيص الذي لا يستحق الرد لا على الكلام ولا على صاحبه وبعدين صاحبه يعني ابن برح بالعمل الاعلامي وبالعمل العام حد دكتور عمرك بدار الفتوى موجود وبالتالي عندما نحن كنا في دار الفتوى مستشاري لأحد المعاونين للمفتي حسن خالد بالذات أين كان هذا الرجل؟ أين كان؟ كل هؤلاء الذين هدعونا اليوم الحرص على طيار المستقبل وعلى رئيس سعد الحريري هؤلاء الذين ورطوا رئيس سعد الحريري وأوصلوه لما وصل إليه يمكن يكون صهران ومش عارف وما قلت وأنا في المقال أنهم يغامرون بما تبقى من رصيده في الداخل وفي الخارج جاءت مقالات جديدة عقاز السعودية تؤكد ما أقول بالنسبة للخط السياسي والقرار السياسي الذي يقوم به هؤلاء في طعميك الخلافات بين الرئيس العريري والأشقاء السعوديين وحتى في الداخل اللبناني واليوم من يقاتل الانتخابات؟ من يدعو للمقاطعات؟ سمحت المفتي دعا المشاركة بكثافة الرئيس نجيب ميقاطي دعا المشاركة بكثافة الرئيس فؤاد السانورة كذلك بخونورة رئيس السانورة كذلك أما هؤلاء لا يحق لهم أن يعطوا فحص دم أو شهادات بالوطنية لأي حد هن الذين يحتاجون إلى شهادات بالكفاءة وبالمصداقية وبالإخلاص للشعرات التي يرفعون لها وللرجل الذين يعملونها من أجريه والذين يتعانونه بالظهر من حيث يدون أو لا يدرون بتشوف يعني في ثلاث مقالات له هلأ من صحيفة عقاز كتبت بتشوفها رسائل ولا مجرد رأيه؟ لا ما في شك إنه هي أولا الكاتب يعني يعبر على محبتي وحزنه على وضع لبنان بسبب ما قالت إليه الأمور هذا أولا ثانيا يعبر بطريقة غير مباشرة عن حرصه على سعد الحرير بحثه على العودة عن قراره أو بمعالجة زيور قراره والطريقة التي يتم بها التعاون من الذين يديرون ودف الطيارة المستقبل حاليا في بيروت بغياب الرئيس سعد الحريري اليوم رأيك من رأسهم يعملون ولا في إحاءات؟ أنا أعتبر دائما وأنا قلت لهم دائما لأكثر من مستشار الرئيس سعد الحريري في المرحلة السابقة أنتم مهمتكم أن تزيلوا الألغام من أمام هذا الرجل لا أن تفجروها للأسف أنه عندما يتخذ قرارا يقبل للنقاش أو يجب مناقشته واتبيان مساوئه ومحسنه وكيف أن مساوئه أكثر من محسنه للأسف أن هؤلاء يصفقون له ويذهبون بعيدا في تعبير عن هذا القرارات وقت ما صار وقت التسوير رئيسي وقت أنون الانتخاب الانتخابات التعيينات التي حصلت في حكومته الأولى جبران هو يحط جدوى الأعمال تماما يعني حتى جلسات مجلس وزراء جدوى الأعمال مجلس وزراء كل تلك المرحلة يا جماعة وين أخذين الرجل؟ تبهوا إذا فقدنا سعد الحريري يعني نحن الطائفة بتكون في حالة حالة داخلية وحالة الوطني بتكون حددتك ترشحت بالألفان وثمانتاش في حين أنه ما ترشحت هلا وهو عم بيهدتك بين المزدوجين أنه أنت ترشحت وقته بوجه سعد الحريري ترشحت في وجه سعد الحريري بالألفان وثمانتاش لأقول له أن بيروت ليست معك في الخيارات التي اتخذتها سواء في التسوية السياسية أو في قانون الانتخابات وبدليل أن نزر ورجعنا نتائج الانتخابات لاحظنا أن تتراجع نسبة التصويت صحيح الرئيس سعد الحرير مازاله هو الأول في الطائفة ولكن تراجعت نسبة التصويت وتراجعت نسبة التأييد له بنسبة وصلت إلى 18-20% فقط هذه الرسالة من الشارع السني أنه لا مش دايما نصاق هذا الدليل أن الشارع السني والجمهور طيار المستقبل لم يكن موافقاً ومؤيداً لتسوية السياسية مع العماد بن شلعون وحزب الله ولم يكن مؤيداً لقانون الانتخابات ولم يكن مؤيداً لإعادة تقسيم الدوائر وضم دوائر لا أخرى بالنسبة لقانون الانتخابات بالشكل الذي تمت به حدثك عرض عليك أن تدخل في إحدى اللوائح هلا ورفضت؟ لا كان فيه كان فيه أكثر محاولة مش عرضة طالب كان فيه أكثر محاولة لترأس أحدى اللوائح أنا اعتذرت عن خوض الانتخابات لأنه أنا هدفي لم يكن في 2018 المقعد النيابي أنا كان هدفي رفع الصوت عالياً أمام الرئيس سعد الحريري بقول له أن هذا المسار مصار خاطئ سيؤدي إلى الكارثة وحصلت هذه الكارثة للأسف بعدها أقل من سنة بعدها انتخابات مهني صاروا كل واحد بيعطرد عم بيخونوا هلا ماشي مبارح كيف قرأت على الاقتراع خصوصاً في دول الخليج ذات الغالبية السنية الموجودة فيها لبنانيين وكان فيه مشاركة كبيرة كسيفة من قبل كل الطواف وعلى رأس طائفي السنية وخصوصاً بدائلة بيروت الثانية هل من مغزى لهذا الأمر؟ هذا دليل أنه الناس ليست متجاوبة مع قرار المقاطعة علماً أن الرئيس الحريري شخصياً بكلماتي التي اعلن فيها التعليق نشاطه السياسي لم يدعو للمقاطعة ولم ترد كلمة مقاطعة في هذه الكلمة بس ريان كمان لعبد السلام بيقول أنه مبلغ هنا المشكلة أنا هذا اللي أقصد به أن الذين يديرون دفة تيار المستقبل في غياب رئيسه اليوم تعليق نشاط السياسي لرئيس عبد الحريري كان يجب أن يعقبه نشاط بتيار المستقبل ليعودوا غيابه وبالتالي يحافظوا على مكاناتهم ويحافظوا على جمهورهم ويحافظوا أيضاً على التوازن الوطني في المعادلة الوطنية الشامية ماذا تدعو أهل بيروت خصوصاً أنه هلأ بارح أثبته أنه يعني على قدر المسئولي وشاركه بعد في عنا المغتربين بكرة وفي عنا الأحد الجاي كل لبنان ماذا تدعو أهل السنة بشكل عام وأهل بيروت بشكل خاص هل المقاطعة لأنه كمان فيه بطايا المستقبل بيعتبروا أنه المقاطعة بالعكس هاي دي عم تسحب الشرعية من حزب الله نحن قلنا منذ البداية إذا في تفكير بالمقاطعة فهذا يجب أن يصدر بقرار عن اجتماع إسلامي موسع في دار الفتوى ويكون ملزم لكل أبناء الطائفة ولكل أطراف سياسية في الطائفة ولكن هذا الاجتماع لم يحصل بل بالعكس تماماً بعد 48 ساعة من أعلان تعليق نشاط الرئيس عبد الحريري التقى الرئيسان نجيب ميقاطي وفؤاد السنيورة بسماحة المفتي الشيخ عبدالقاطي فدريان في جامع العمر الكبير لأداء صلاة الجمعة وأعلن سماحة المفتي والرئيس ميقاطي والرئيس سنيورة بعد الصلاة مباشرة مقاطعة مصبوط وكان يردوا على سؤال لصلاة بيروت وبالتالي منذ الأيام الأولى كان هناك موقف أن لا مقاطعة من جانب الطائفة السنية لماذا لا مقاطعة؟ لأنه شهدنا نتائج مقاطعة الطائفة المسيحية لانتخابات 1992 وكيف أبعدت عن مواقع القرارة وقد عجوا كل النواب المسيحيين الموالين للنظام السوري في حينه تماما بأصوات بعضهم منها نجح بأقل من مئة صوت بأقل من مئة صوت وشهدنا نتائج السلبية لمقاطعة السنة في العراق لأول انتخابات نيابية جرت بعد الغزء الأمريكي إذن نحن نستفيد من تجارب غيرنا ونشوف أن المقاطعة تصرف سلبي ومردودة سيكون أكثر سلبية على وضع الطائفة ومكانتها ودورها الوطني ومكانتها في المعادلة الدعيين للمقاطعة شو الغاية؟ هل هو إثبات وجود؟ شو الغاية منك؟ لابد أن يدرك الرئيس سعد الحريري وتجمع التيار المستقبل ما كان يقوله الرئيس شهيد دائما لا أحد أكبر من بلده وبالتالي لا أحد يستطيع أن يختصر الطائفة السنية بشخصه ولا أحد يستطيع أن يقول أنا أو لا طائفة سنية فهذه الرسالة أنا أعتقد هي رسالة انتحارية وأشجع عليها هؤلاء الذين يتكلمون باسم طيار المستقبل وغياب الرئيس سعد الحريري الطائفة ستثبت في الانتخابات أن بالنتيجة الوجود هو الأساس الطائفة الوجود الوطني لهذه الطائفة في المعادلة اللبنانية وفي المعادلة الميساقية هو الأساس بغض نظر عن الأشخاص الأشخاص اليوم موجودون غدا ليسوا موجودين اليوم هما القيادة والزعامة غدا قد لا يكون هناك القيادة والزعامة الأشخاص يذهبون ولكن الطائفة تبقى الكيان يبقى لبنان يبقى الوطن يبقى هذه حقائق يجب أن يتركوها جيدا ويتصرفوا على أساسيا أما من يقول أنا أو لا أحد أنا أو لا طائفة أنا أو لا بلد فهو بالنتيجة يكون يوقع على انتحاره السياسي بيده فيه كمان هون انطلاقة من الحضرتك عم تقوله كتير برز فيديو لأدريس الشهيد رفير حريري يعني من فترة عم بيقول فيه أنه إذا سنة ببيروت أو بالمناطق ما انتخبوا طواقف الأخرى ستنتقب وبالتالي يعني هي الموضوع مش طائف بالنتيجة وسيختارون عنك ممثليهم وطبعا سيكون هنا في موقع الخصومة السياسية يعني أنت اليوم المقاطعتك للانتخابات ستفسح المجال لخصومك السياسية وخاصة لحزب الله والمرشحيه من السنة ومن غير الطوائف أن يفوزوا هنا في المقاعد المخصصة السوء عند بيروت أو لمختلف الدوائر الأكثرية السنية يعني تصار فيه وعي بالشارع السنية والبيروتي وبتتوقع أنه تكون المشاركة نوعا ما كثيفة أنا أعتقد أنه لأيام الأخيرة أثبتت أنه الحملات التوعية التي قامت على أكثر من صعيد أحدثت مفعولة يعني في أوصار الطائف السنية وأصبح هناك أكثر وعيا لمخاطر المقاطعة ولمخاطر الحرد من الانتخابات في السياسة ما في شيء اسمه حرد بالسياسة في شيء اسمه استعاب في شيء اسمه دفاع عن مواقعك في شيء اسمه الاحتفاظ وبمكانتك حيجي مين يعبي محلك يعني في المعادلة الوطنية حتى ما يجي أي أحدا آخر يعبي في هذا المكان أو يأخذ هذا القرار عنك لأن الفراغ بالنتيجة يملأه الهوام فكيف إذا أنت في بوضع الخصوم السياسيين متربسين بك من كل جانب ويحاولون الحصول على التمثيل بيروت بشدة الطرق يعني أنت اليوم بوضع أمام التحدي لا أتكلم أنا فقط عن بيروت ولكن أخذ مثلا أنا أدعو كل اللبنانيين أهولا للإكتراع بكسافة أدعو الشارع السني بالذات للنزول بكوة على سناديك الاكتراع وأدعو حتى جمهور طيار المستقبل للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني حفاظا على مكانة طيار المستقبل ودوره في الحياة السياسية إذا جمهور طيار المستقبل عزفة عن المشاركة يكون القيادة وجمهورة إنما اختاروا الخروج من المشهد السياسي في البلد وهذه الخطورة أهم سيد صلاح يعني مثلا يقولوا الطبيعة لا تقبل الفراغ آخر سؤال كيف تتوقع مشهد المسجد المواب الجديد وهل الرئيس مئاتي هو المرشح لرئاسة الحكومة فيما بعد أم الشرط يعني من الموصف لقول نازل الانتخابات لن تحدث التغيير الذي كنا نحلم به ونراهن عليه في فترة أحداث سواطا تشرين عالفين سوطا قد يحصل بعض التغيير الجزئي ولكن المنظومة السياسية الحالية ستبق هي متحكمة بالقرار من خلال حصول على الأكثرية النيابية في الانتخابات المقبلة لعدة أسباب أهمها أن ما كان يعرف بقوة أربطاعش أدار بقيت مشرزمة ومقسمة على نفسها ومتخاصمة مع بعضها وبالتالي تركت المجال لكوة 8 أدار أن تستأثر هي بالأكثرية كيف تشوف يعني فيه ثلاث قوة هني حيتقاسموا قوة 14 أزار قوة 8 أزار وقوة ما يعرف في المجتمع المدني أو الثورة هيك حتتوزع الخريطة ولا ولا فيه حدا حيهيمنع حدا نحن نبحث عن قوة 14 أزار بشمعة ديوجين للأسف ومعن نشوفها ليه لا ننطق يقصدوا أنه اللي دعمه رئيس سانيورا واللي دعمه قوات لبنانية يعني الآن نحن نطق عليهم الفريق السيادي الفريق السيادي المؤلف من عدة التيارات وأحزاب سياسية لن يستطيعوا أن ينالوا الأكثرية في هذه الانتخابات لعدة أسباب شرحها يطول الآن المجتمع المدني أيضا لم يكن أداءهم على المستوى الأمال التي علقت عليهم بسبب تخصما ومؤمن كافاتين فيما بينهم كذا لا يحب كل دا وقيدهم الشخص فيما بينهم الذي أدى إلى ظهور أكثر من لاحب الدائرة الواحدة والتحول معارقتهم إلى معارك فيما بينهم بدل أن تكون هي معركة واحدة مع المنظومة السياسية الفاسدة منظومة كيفة وبالتالي الأكثرية ستكون من نصيب المنظومة السياسية الفاسدة والتي يديرها حزب الله بطريقة ما من شناك عم نقول أن هذه الانتخابات لن تحب التغيير المنشود والذي كنا نحلم به في فترات السابقة ولكن قد تكون تشكل بداية للتغيير بصلا أنه مبارح مبارح أكثرية الناس اللي حكيوا معهم زملائنا بالخارج قالوا نحن عم نصوت للتغيير يعني أكثرية قالوا هاك فممكن هالشي يكون إيجابي بين عكس صحيح لذلك عم بقول كل جمهور السيادي الذي سينزل للتصويت هو نازل للتصويت للتغيير ليس للأشخاص معينين أو للوايح معينة هي الهدف هو التغيير لدى هذا الفريق السيادي ولكن للأسف التفرق الأطراف الفريق السيادي تشتت أصواتهم عدم التنصيق فيما بينهم أدى إلى بقاء الفريق الآخر المتمثل بمحور الممنع هو مسيطرا على الوضع الانتخابي في البلد لذلك أنا أعتبر أنه قد هذه الانتخابات قد تشق طريق التغيير ولكن التغيير قد سيستكمل في انتخابات عشرين ستة وعشرين شكرا لك أستاذ صلاح حضرتك يعني أستاذنا كلنا مثل ما نقول دايما صحافي كبير نعتزر فيه بالبلد بشكل عام وببيروت أيضا بشكل خاص كنا معكم مشاهدي صوت بيروت انتناسيونل وبيروت سيتي على فيسبوك تابعوا معنا كل التطورات الجديدة على مختلف الصعود كان معكم ربيع شنطة فراتبو كامل إلى اللقاء اشتركوا في القناة